وبحب أرجع على شيء أنت ذكرته في البداية بس بحب أنه يعني تشدد عليك كمان مرة له إيه المفتاح أو المفاتيح اللي ممكن تتحدد هويتنا أو تظهر هويتنا أنا عايز أقول ثلاث مفاتيح في النقطة دية المفتاح الأول أنه الاتضاع أن أنا أتضاع وأقبل يا رب أنه عايز الهوية دي منك أن أنا أرمي كل مجهودي وأعمالي أن أنا محاولاتي دي على جنب وأقبل معناه أنه أنا في وقت كان لازم أقبل يس جيرجيس أنت عندك صغر نفس أنت عندك عقدة في الدائرة ديت أنت عندك مشكلة وعشان كده بتقارن نفسك بخدمات تانية أو بخدام تانيين أو كذا لازم أقبل دوت أنه ده معناه أن أنا ما كنتش قابل كنت بحاول أعمل نسخة تكوبي شخص تاني بالطريقة دي ما ينفعش لازم أقبل جيرجيس زي ما هو لأن يسوع قابله وأقبل إيه الصورة يا رب اللي عندك لجيرجيس ده شكله إيه جيرجيس اللي عندك ده واسيب الرب أنه يشتغل فيها النقطة الأولى هي الاتضاع أن أنا أقبل أنه ممكن يبقى فيه حاجات مكالكعة أو أنا اتأثرت من المجتمع من التربية من المدرسة من كل حاجات دي شكلت فيها ولازم أتخلص منها ومش هعرفها كتير قوي الناس اللي حوالي هو اللي بيبقوا شايفين أنا ممكن أبقى مغاية في الحتة دي فأجي وباتضاعها وأقول له يا رب لو فيه أنظر كان فيه طريق باطل لو فيه تشوه في الهوية تعالى أنت ورممها النقطة الأولى النقطة التانية أن أنا بكتسب أو بعرف الهوية دي من خلال مراية الكلمة قلناها بس بعيدها مرة تانية أن أنا ببص على الكلمة الكلمة الله هي المراية بتاعتي فأنا محتاج أعرف أنا مين من خلال كلمة الله فإحنا بنعرف الهوية جزي هنا نبيت جدد من خلال كلمة الرب وأشوف كلمة الرب بتقول علي أن أنا قديس كلمة الرب بتقول علي أن أنا ابن كلمة الرب بتقول علي أن أنا مقبول كلمة الرب بتقول علي أن أنا محبوب برفض الصور التانية أو الأصوات التانية وبفرد كده بسدى الكلام دوت إحنا بنعرف هويتنا من خلال شركتنا مع الكلمة لكن بتتغير هويتنا فعلا من خلال العلاقة الحميمة مع الرب بمعنى وضحها شوي أكتر لأن دي نقطة إننا بنعرف إحنا اللينا مين اللينا إيه وإحنا مين في المسيح من خلالنا لما بنتعرض لكلمة الله نور الكلمة بنوع واو ده أنا خليقة جديدة إيه ده أنا بقيت شريك الطبيعة الإلهية واو إعلان جديد كده أنا مش مصدق خلني ظهر الكلمة بتقول كده بطرس بيقول بالطريقة دي فالإعلان جالي بس الإعلان مش كفاية إزاي أسترد بقى وده يتحقق ويتحول حقيقة معاشة في حياتي ده بيجي من خلال الشركة والعشرة إزاي يحنا الحبيب كده إنه بيقعد عند صدر يسوع والقعدة والشركة معاه هي خلال الأوقات اللي بقضيها مش بس مع الكلمة لكن معاه كده في العبادة والقعدة معاه في الشركة تغير شكلي لصورته لأنه زي ما الآية في الكرونسوس بتقول كده إنه ونحن جميع النظرين وجه الرب بوجه مكشوف مجد الرب بوجه مكشوف نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر